بدى الوزير الأول عبد المجيد تبون في قمة الغضب وهو يعاين اليوم مشروع جامع الجزائر بعدما لمس تأخرا في الانجاز قدر بأربعة أشهر تبون رفض كل التبريرات التي قدمها المكلفون بالمشروع وأمر الشركة الصينية بتسليم قاعة الصلاة قبل نهاية هذه السنة مشددا على وزيري السكني والشؤون الدينية بألا يتسامح في أجال الانجاز جامع الجزائر ثالث أكبر مساجد العالم وأحدث المعالم المعمارية الجزائرية سيستقبل أوائل المصلين شهر ديسمبر المقبل هدف حددته الحكومة بإلزام الشركة الصينية المكلفة بإنجازه بتسليم الشطر الأول من المشروع قبل نهاية السنة الجارية تبون وبقبعة الوزير الأول عاد لورشات جامع الجزائر الأعظم لكن هذه المرة بلهجة المنتقد لوطيرة أشغال الإنجاز انتقاد عصف بالمدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر الكبير محمد قشي عبر إقالته كذلك المياه المدينة المياه المهارة المساعدة المعلمة أعتقد أنه ليس بما مرحباً هذا لمذلك المساعدة لدينا جزائر يكب أن نؤثر من الى already 2 سنة المترجم للقناة ورشة أضخم مشروع لصرح ديني وحضاري بالجزائر طلب من وزير السكن بإفاده بتقارير أسبوعية مفصلة تتيح له المتابعة الدقيقة لوطيرة إنجاز المشروع الذي يحظى بأولوية قصوى من طرف تبون الوزير والوزير الأول